تحت الرعاية السمية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري لمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله بافتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وبهذه المناسبة ثمنت سموها حفظه الله دعم ومساندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى لأعمال المعرض والذي تعود بداياته الأولى كحدث وطني إلى الخمسينات من القرن الماضي حيث كان يحظى بمتابعات ورعاية حكام البحرين الكرام طيب الله ثرهم كما أعربت سموها عن فخرها بالأداء الرفيع للمعرض بالنظر إلى دورته السنوية وتخصص مواضيعه وتنوع مشاركاته لأحتل وبكل جدارة موقعا متميزا على ساحة الفعاليات الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين مؤكدة على قدرة المعرض في المساهمة في تحقيق الكثير من أهداف المبادرة الوطنية والمتمثلة في رفع مستوى الاهتمام بالقطاع الزراعي سواء كان على صعيد تنمية وتطوير المساحات الخضراء ورفع نسبة الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق اكتفاء غذائي وبيان أهمية الزراعة ودورها في تطوير الحياة البيئية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الزراعية بشكل عام وتطوير المنهج المتخصصة والمحتوى التعليمي لرفع قدرات العاملين في القطاع الزراعي ومراجعات القوانين أو تطوير القرارات اللازمة لتنمية القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه وبينت سموها حفظه الله أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعمل من خلال مهمها على التقطيط لهذا الحدث السنوي الهام ويتم تحديد موضوعه السنوي بشكل مدروس وتبشر المبادرة على مدار العام للعديد من النشاطات والمشاريع بالتعاون المباشر مع المؤسسات الرسمية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم أوجه الدعم والمساندة لتطوير ما يلزم في المجال وخصوصا على صعيد التوعية والتثقيف والتدريب وإنشاء الحاضنات المتخصصة وإقامة المشاريع النموذجية كالأسواق الموسمية أو الدائمة للمزارعين واطلعت سموها خلال جولتها في المعرض على منصات الجهات المشاركة سواء المحلية أو الدولية التي احتمدت أحدث التجارب والأساليب والابتكارات الزراعية التي تسهم في استغلال المساحات المحدودة في الزراعة والتي تتيح للجمهور فرصة التعرف على الطرق والأفكار المثلة التي تساعدهم على تصميم المساحات الصغيرة المهملة وغير المستغلة في الزراعة وبيان فائدتها في تنقية الأجواء والحد من التلوث بالإضافة إلى تجميل المساحات بنباتة الزينة أو النباتة المنتجة التي توفر بعض من الاحتياجات الغذائية لأصحابها هذا وقامت صاحبة السمو الملكي حفظها الله بتكريم الفائزين في مسابقة نادي البحرين للحدائق حيث فازت السيدة آمال المؤيد بكأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في فئة الحدائق فيما توجت السيدة نجاح الخضر بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة عن فئة الزهور والسيد طارق جابري عن فئة الخضروات والسيدة دينا كازروني عن فئة التجارب الزراعية هذا وأفزت السيدة سارة مدن بكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة عن فئة أفضل عرض في التصوير الفوتوغرافي للحدائق المصغرة والسيد عبد النور عبد الله عن فئة أفضل صورة مقربة لنفس النوع من الحدائق كما فاز مستشفى البحرين التخصصي بكأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة عن فئة أفضل حديقة بيئية والسيدة دانا الشهابي بكأس سمو الشيخ هايا بنت محمد الخليفة لأفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر